اشتركوا في القناة 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 والبارات والاشياء هذي عساس انه يتم يتمرن فيها يعني فكرة انه رد على موضوع الـ Old School فانت شرائك بالفكرة كابتن؟ والله نشوف بصيب عالم كن نفس من نفس فكرة تحمد اشكناني كواني كنت قاعت مرم باكسجين يعني من 2015 وخصوصا لما رحت صباح السالم باكسجين آخر سنتين بصيب شبه واخرت عن الـ Freeweight والـ Old School تمارين الحرة لانا ما انتكبت اي احد كان يسألك يتقول النادي موفر لي كل شي افضل اجهزة يعني قاعد خلينا اتجنب الاصابات بالنسبة لي تعطيني التكنيك صحيح امية بالامية والزاوية قاعد تعطينيها حال حال الحر لجهزة الحديثة اللي قاعد في بها اللي بوفيصر قاعد يبوا انتو قاعد يبون النادي فكاب قاعد تغنيني عن التمارين الحرة بشكل عام بس التغيير هذا فادني يعني انا من اضطريت اني اتمرنت تمارين الحرة وردت تمرنتها النادي راح يكون فيه ميكس يعني هذي شغلتها ما راح استغني عن الاجهزة وكذلك التمارين الحرة طلعت لأ شيء اساسي واحتاجها وغير عن الاجهزة انزيني اذا الله يعني احيانا ان شاء الله ورفعها البلاء وردينه وفتحت الاندية مرة ثانية هل راح تستخدم من الاوزان الحرة ولا لا راح استخدم اكيد راح استخدم ممتاز طيب كابتن ناصر نظام تمارينك انا قاعد اشوفك تنزل تمارين منزلية وما شاء الله يعني قاعد تلعب تقريبا كل التمارين موضوع جولاتك وتكراراتك شون تسويها طبعا شوفك اصيب التكرارات بالنسبة لي على الوزن اللي قاعد يكون متوفر عندي يعني تلعب التكرار يوصل الاجهاز العضل يعني بعض الانات في تمارين قاعد أبا بحبل في زوايا معينة ما عندي جهاز معين بحقها مثلا فقاعد لعب حلقة أبطره وصل الى 40-50 تكرار من غاومة الجسم عشان احس بالبومب الي كاين قاعد في وزن الوزن لي عندي 10 كيلو منذ اول فترة كان عندي بس 10 كيلو دابلة فكنت أبطر بالجولة لعب 40-50 عدلة بعدين ما أوفر لي دابلة لوزن أدكن البار وزن أدكن التكرارات على الوزن اللي عندي أنا أحبى نوع من التكرارات نوع اللي ألعب سوبر سيت ألعب دروب سيت ألعب وزان عالية أسبوع سبوع اللي بعدها لعب تكرارات عالية علشان العضلات تعود يعني القاعدة إذا مضخموا معناتها بتلعب ثمان عدات كالجولة لازم ما تعود العضل على روتم واحد أو سيستم واحد علشان العضلة تطور وتاخذ اللي بمالها وتاخذ الفايدة والتها كاملة بالتنويع بالتبرير وثالث شغل الجولات طبعا اللي تعلمت من مدربيني من أحمد أشكناني وكابتن أحمد عسكر العضلات الكبيرة اللي مثل الصدر وغري الأمامي عضلة الظهر عضلات الكبيرة تاخذ من 18 إلى 25 جولة على حسب الثماري اللي قاعدت وزع سواءً 5, 8, 6, 8, 7 ثماري بس مجموعة الجولات يعني أخذ على مجموعة جولات العضلات الصغيرة نفس البال والتراي البطات مثلاً من 9 جولات إلى 12 جولة فهذا الفكر اللي أنا قاعدت قرب التبرير طيب محترفنا العزيز بنرجع لنقطة التغذية وأبيك بس تعطيني فكرة عن نوع الكارب اللي أنت تستخدمه شنو تفضل هل في عندك شيء أحسن من شيء البروتين الدهون المفيدة شن اللي قاعد دخلهم من ناحية الألياف الأشياء الجرينزي الخضرة الصلطة بشكل عام طبعاً مصيبة أنا وائدة حب أبسط الأكل ما أحب أعقد موضوع الأكل بالنسبة لي أنا أحب أكون يعني أكل بسيط كاربي شوفان يكون بداية فيهم بالغالب يعني يكون كارب معقد عشان يظهر معه ويعطيني فاقة على فترة أكثر العيش بأنواعه الأبيض الأسمر والعيش المصري أي إن كان وبالبطاطة البطاطة الحلول البطاطة العالي هذه المصادر الكابل أنا تقريباً 100% أستخدمها ما أستخدم غيرها وعندي المصادر البروتين اللحم البيض اللي هي دياية التونة السمتش لبيض الفيلي والبياض البيض وفي اللحم الحمراء أنا مو يومي قعد أدخلها مثل السالومون والستيك اللحم هذا مصادر البروتين الدهون الصحية الغالب مكسرات النية أنا اللي قاعد وفروا عندي يكون سهل المكسرات نية والبنت بتر اللي قاعد أستخدمهم الأفوكادو أنا مو وايد معهم بس أدخل يعني كون العظمار في شغلات ما أكلها عشان أنا أستمتع بالطعب أكلها عشان الفايدة طيب بالنسبة لي بسيطة يعني مصادر الكابل مصادر البروتين مصادر دون الصحية أحاول ما أعقد الموضوع لأن أنا مو وايد بالمطبخ مو وايد مع الضغط يعني حتى مطاعب ذات ما عندنا زين على الطاري أنت تطبخ في البيت ولا لا لا لما تسافر برا زين أو بتقعد تطر أربعة أو خمسة أيام شو تسوي؟ شوف اللي كنت أسوي أي معي واجبات جازة يومين وثلاثة أيام جدا يعني اللي يكون من مطعب أخونا ناصر عطار وعبداللو ببش اللي كان في مطاع عندنا يتجازون لك وجه بيسحبون من هالهواء فأنتقدر تخزنها يعني تلتمو معك يومين وثلاثة أيام وهنا كمانتين يعني بصيف أنا ما كنت أطبخ شواب كان يساعدوني زين الله يعطيك العافية هنزين الأشياء الخضرة كفتن شو تفضل أنت أكثر شيء بالأشياء الخضرة مثل شون يعني الورقيات يعني الورقيات شو تفضل هل عندك ميول معين لشيء معين يعني تفضل أنا من واحد مع السلطة أنا نهائيا من أنا صغير ما لي علاقة مع السلطة والخضروات طماءك الواحد زين بس أنت عارف أن لها ثيمة غذائية كبيرة وهي حلقة يعني البروتين يكمل الكارب الكارب تكمل الألياف الألياف تكملها الفيتامينات والمعادن والدهون المفيدة فهي حلقة زين هل قاعد تعوض أنت هالشيء اللي ما قاعد تاخده أنت كم مكمل قاعد أعوض بمكملات الموجودة طبعاً مكمل أستخدمه الغولد أوميغا أو غولد ما الشركة تقول بقاعد أستخدمه أنا هذا الملتفايتامين و أنا طول السنة شغال عليه علشان يغطي النقس يعني مو مصدر أساسي قاعد أستخدمه بديل خضروات بس لأن أنا علاقتي مع الخضروات والسلطات بشكل عام موايد زين فبالحالة أنا طبعاً أنصح أن الواحد يأخذ المصدر طبيعي بس أنا بحالة أنا ما أفضل ما أكل أو ما أعوض نفسي على هذا الشيء فقاعد أخذ الملتفايتامين أنا قاعد أعوض أحاول أسد اللي يكون ممتاز بما أن دخلنا في شق المكملات شنو المكملات اللي يستخدمها الكابتن ناصر السيد المكملات الـ BCAA أو الاسن شالمين والـ EAA قاعد أستخدمها والكرياتين أنا ما أستغني عنها عسف على المقاطعة بس يقول لك وليد نصور اعترف شنو يكون التوست الأسمر بالنسبة لك التوست الأسمر الأبيض كلها عم أسرر كثير محييي إزي هذا ما يفتاري كلش التوست هذا لا التوست تزريج هذا خليتها مش كناني عاني فيه الله يعطيك العافي تفضل كبتنسلة تكمل الكرياتين ما أستغني عنها المونوهيدرايت بشكل عام قاعد أخذها ما أستغني عنها وأنا من النوع اللي أحب منتجات الـ Free Workout سواء C4 أحب أن أور منتجات الـ Free Workout يعني أحب ديش التمرين ما أخذ باور وإذا ما كان فيه منتجات بومب الباور أخذ الأرجالين أو الأقمتين شغلات الإسترولين اللي فيها بومب N-O3 السوالف قبل التمرين أثناء التمرين أخذ PCA أو مثل ما قلت لك الأسسنشل أمينوم قاعد يخليه مع الوجبات عالية يعني ما تحسين فايدتها مع الوجبات أكثر من الماء هي أثناء التمرين قاعد أشرب سواء الماء وإثناء التمرين الكرياتين الوي بروتين الفيتار و الملتي فيتامين بس هذه شغلات ترمين اللي أستخدمها على طول السنة وممكن وقت التنشيف أحتاج شغلات فاتبيننا مثل Animal Cut في شغلات معينة أستخدمها الwater cut أو Durotech حق الماء زايد بس مو طول السنة اللي ذكرتم قبل أستخدمهم مو طول السنة طيب خلال فترة التجهيز كابتن ناصر كم مرة تلعب كارديو في اليوم وتمرينك كم مدة تكون الكارديو مرة ممكن يكون مرتين إذا كان ممكن أرفع الكارديو مرتين طبعا شور مدرب يكون بالنهاية بس الغالب آخر فترة بتجهيزات البطولة اللي طافت كنت قاعد مرة واحدة وأنا فضل أخليه على الريج الكارديو يعني كعاد صارت عندي على الريج على الكارديو المعدة الأسفل الظهر المعاد يخليها كلها على الريج وتمرين الحديد العضلة يعني ممتاز كابتن ناصر بالنسبة حق تمرين المعدة كم مرة تلعب ها في الأسبوع وشنو تنصح الناس اللي عندها مشكلة في المعدة أنا في ناس تلعب بالشكل يومي بالنسبة لي غلط المعدة اللي لعب بشكل يومي المعدة مرتين إلى ثلاثة بالأسبوع ماكسمو ما أزيد عنها وغالب مرتين وقت التجهيز ممكن أن ألعبت هذه المرات لأن أخليها يوم مترك يعني أنا بالنسبة لي لأنها عضلة هذه هو الناس في عندهم فكرة أن تمرين المعدة يحرق النسيج الدهني تمرين معده تمرين عضلة كأن تلعب يعني أنت تلعب معده مو معنى كرشك راح يطل كرشك راح يطل بالكار ومتغذيتك السليمة المعدة عضلة فالعضلة تحتاج راحة مثل حال العضلة الصغيرة تحتاج لغاية 48 ساعة عشان تستشفي فأنت تلعب كل يوم ما رح تعطيه مجال لا تستشفي ما رح تعطيه مجال تاخذ راح تبني ولا تبرز ممكن تخوي الكور تحس بها صلاة بلس ما في عضلة فالمعدة لازم يوم على أقل يعني يوم مترك تقدر تلعب يعني كأن 15 يوم بشار مثلا بس القاعدة النصيحة النصيحة أخواني اللي عمون معدى أو اللي طير كرشة تمرين المعدة ما يحرق النسيج الدهني تمرين المعدة يساعد على الحرق بس حرقة مو نفس حرق الكارديو تحرق الدهون على الكارديو القاري وغزال المراضي هي تحرق أكثر واتطلع معدتك إذا تبرزها بالكارديو تخذيتك رح تبرز معدتك مو تمرين المعدة إذا كان تركيزك بس على المعدة كلام جميل الله يعطيك العافية كابتن الشباب مستعيلين على الأسئلة فإحنا رح نعطيهم وقت إن شاء الله بس نرجع لنقطة الوجبات شون يحدد الكابتن ناصر محتوى الوجبة من كمية بروتين وكمية كارب والإضافات الثانية إذا أرشوف قصيب تخذية يعني أنا أرجحك مدربي بالنهاية يعني إنتا تقول لي كم كاربك كم بروتينك وتقريبا الدون الصحية البروتين أنا بالنسبة لي بشكل عام تقريبي يعني حتى لو عندي أنا شباب قاعدت أساعدهم وعطيهم جداول التقريبي يكون إن مثلا يعني إحنا مثلا عارفين الشخص رياضي من 2 قرام إلى 4 قرام صافي بروتين على كل كيلو من وزن الجسم فأغلب وزاننا لو من 80 كيلو قاعد نقول لي أو 110 كيلو الـ 150 إلى 180 قرام بالوجبة إذا كانت وجباتك 4 إلى 6 وجبات راح تغطي احتياجك سواء بالأقل شيء أو على الاحتياج من عندك زيد أعلى نسبة كابتن ناصر كلاها بالوجبة من ناحية البروتين البروتين ما زيد على 180 قرام بالوجبة يعني الكارب ممكن 200 قرام وفترة أوف سيز أنا وصل 250 إلى 300 قرام ممكن وجبة واحدة باليوم بس أكثر من تشجر يعني يعني عودة على وجبات فترات كسيرة أكثر بس الوجبة الوحدة ما زيد على 200 250 قرام كارب و150 إلى 180 ماكسموم قرام بروتين تمام ممتاز نزيل سؤال كابتن إذا شخص عنده عضلة ضعيفة ولينا أفرغ عضلة الباي شنو النصيحة المحترف ناصر السيد يسوي عشان يطور هالعضلة هذه العضلات البعيفة بالنسبة لي تطور عضلة يعني ما أبديها على أي عضلة ثانيا ممكن تقدر تبدي فيها التمرين هذه الشغلة وأنا غالبا عضلات البعيفة كمثال يعني عندي الباي إذا ببلش تمرين الباي ألعب مثلا جولة واحدة من 50 عدده وزن متوسط قبل أبلش تمرين الباي بعدين أبدي تمرين الباي يعني يكون الدم واصل العضلة تكون حارة علشان لا أضيع لا يكون بداية تمرين أول جولة جولتين رح يكونوا شب تسخين بالنسبة لي وأعطي يعني ألعبها كذا ما أقدر يعني الباي مثلا البعيفة عندي رح ألعبها يوم تلك لأن أعضلة صغيرة فأريحها يوم أرد ألعبها يوم ثاني أريح يوم أرد ألعبها الصدر إذا لعبت يوم واحد مثلا أريح يومين وأرد ألعب يوم الثالث ممكن ما يكون نفس مجهود اليوم الأول بس أن على طول أخلي العضلة طول الفترة طول ما أول ما يستشفي على طول أرد أجدد الألياف أحاول يعني أشد على الألياف نفسها عشان تزيد على الألياف وتبني العضلة معي طيب كابتن الحين أغلب الناس يعني فيه ناس قاعد تتمرن عندها في البيت وفيه ناس ما قاعد تتمرن إذا الله أحيانا إن شاء الله ورفع هالبلاء هذا ورجعت افتحت الأندية كلها شنو تنصح الناس من ناحية جدولهم هل يرجع على جدول دايريكت اللي كان ماشي عليه ولا يلعب شامل يومين ثلاث أو أسبوع إلى آخر شوف فإذا قاطع نهائيا يعني إذا فترة طويلة أكثر من شار ونص شهرين الشامل أكيد شي لابد منه لازم تلعب شامل يقول إنه ما يستلعب شامل أو ما لا داعة تلعب شامل على طول جدول بالعكس راح تعب عضلتك ممكن الشد هذا اللي عندك مفروض يضل 8-40 ساعة يومين ممكن يقعد معاك أسبوع ممكن أنت لعب تريول على طول دا أشياء تريول بحماس ممكن أسبوع أنت ما دير تنشع على راحتك راح تعليم فالشامل فكرتها يفلق من الشخص ليشاب وصيب ممكن أنت غير الشامل بالنسبة لك إنك تحتاج سبول كنا أحتاج ومين أو ثلاثة شامل بالنسبة لي لأنه هو الشامل فكرتها أنت تلين عضلاتك وتهيئ جهازك العضل بعضلاتك حيث الجدول أو التمرين الشدة العالية يعني صادر تعضي عضلة تمرينين في البايت كل عضلة تمرينين مثلا ومتى ما حسيت جسمك لين قاعد تقعد من نوع ومتكسم عضلاتك مرتاحة هنا تقعد تمرين الجدول فأنت تقيسها مع نفسك يعني الشامل شيء لابد منه أقل شيء ثلاثة أيام وممكن ماكسوم ما لأسبوع بالنسبة لي بالرد فلازم يكون كلها الشامل ممتاز نزيل المحترف ناصر السيد أول ما يدش النادي شنو راح يسوي أول ما يدش النادي رح يلمل جزا وابوسهم رح يبوس جهاز جهاز بالنادي نزيل لازم يتعقمون بالأول ما لي شغل راح يدش عادي بغورك حبينا شوط حكي النادي وعادي أركب راح أركب غير لجزا ما راح نبكار دي على جهاز راح أركب دخل هذا شعور أغلب الناس طبعا الله يعطيك الصحة وعادي إن شاء الله نساء الله يتبع خلاءة هذا إزين كابتن ناصر اتجه الكابتن ناصر السيد حق التدريب الشخصي أي طبعا بعد يعني بعد ما لعبت من 2008 بلشت حديد 2015 بلشت مع أحمد أشكناني وبلشت مشاركة في الطولات نهاية 2016 وبداية 2017 بلشت مجال التدريب الحمد للعن ما بلشت مجال التدريب لأن ما حسيت أني متمكن وأقدر أساعد وأطور وغير من الناس واللعب إذا كان نقدم أقدر أساعد أقدر مثلا أخلي يتجنب الأغلاط الممكن يغلط بروحة أقدر أختصر عليه الطريق ممكن هو فترة طويلة راح يضيع وقت مع شي مع نفسه بشغلات مع مع شغلات بسيطة أنا ممكن أقدر أساعد توجيه أكثر ما هو التدريب والتدريب أنا وائد محرّص إن كبير من اللاعبين وما أجهز لعب بطولة أو أنا عندي تجهيز بطولة علشان لا أقصر كوني أنا أهم بالنهاية ظل اللاعب بعد فالشغلات هذه الواحد يجب يفصل بين التدريب الشخصي وبين هو تجهيز فأنا وقت تجهيز إذا كان عندي بطولة ما أجهز لعب بطولات الحمد لله عندي لعب ما شاء الله أنا كنت بسئلك هالسؤال بس أنت سبقت عندك إنجازات ما شاء الله بلاعبينك عند الله أي شنو الإنجازات اللي سويتها كبت مع لاعبينك شوف بصيب عندي تقريبا عندي ذهبيتين أنا كنت مسجلها عندي ذهبيتين ثلاث فوقيات وثلاث برونزيات وأربع مراكز رابع وأربع مراكز خامس ما شاء الله يلاعب واحد ما أخذ أكثر من المدانية فيه ما شاء الله عندي أبطال عما يحظرني صاميم عندي مثلا عقاب الخيم يحمد الشطي عندي محمد العيدان عندي واحد شباب أبطال وأتشرف أني أنا أكون معهم وعطوني الثقل أن أنا أجهز ومدربهم وأن نعم بالشباب كلهم نزين كابتن أنا بس أقول لك الحين سؤال بالنسبة حق موضوع التعامل مع الأشخاص اللي ما لهم في الحديد مشتركين عندك ومجرد يعني يبي حق أو شخص يبي يضعف يبي يرتب أمورك هل قاعد تواجه صعوبة في التعامل معه من ناحية أن ترتيب وجباتك لأنه في فئة كبيرة لما تقول لها عيش دي آي سمج تون هالأشياء هذي يعني ما ما يقدر أو يقول لك أنا ما أقدر على هالأكل هذا شون التعامل معه شوف أنا قلت لك إياها مثل ما أنا مبصط على نفسي طريقة جدول تغذية قاعد أبصطها على اللعبين يعني حاول أبصط للجدول شيل حط مثلا ما تاكل سمج لا تاكل إكل وجباتك اللذي يعني ما تاكل البيض عادي إذا تقدر تبلش يوم مثلا بديها يبلش البرواتين مثلا ما ديك تشرب البرواتين أكل البرواتين بعد التمرين الكارب ما تاكل بطاة تخلك على العيش مثلا بس هو الممكن اللي يعاني فيه اللاعب رواتينة في شباب مثلا تلقى كل أسبوع يروح شالي فيه شباب راعد وين فيه شباب يدومون مثلا القطاع الخاص قول ثم ضيج ما يقولون على راقتهم فبهذه المدرب يفرق إنه لازم كل اللاعب يكون له جدول كل اللاعب حالة خاصة كل اللاعب لازم أنت تكون له متابعة خاصة حق يقول وأنها يترجع لللاعب اللاعب يبيلتزم يبيلتغير راقين شاعد يقول عليه لو شنو ما كان شلت يا أخوان شلت أنا عطيت هايد من الشات خلاص ما رح يطلع يعني أيام فضيلة وإن شاء الله الله يغفر له ويصلح حال إن شاء الله إن زين كابتن ناصر نعطي مجال حق الشباب يسئلون عشان الشباب بتنهم زعلوا علينا شوي يقول الكابتن لو ما عليك الميزان ما قاعد يتكلم كنت كاب صح قاعد يتكلم على الميزان بعد الطباخ طبعا الكاب اللي هو العيش والغطار ما عدا الشوفان اللي هو حسبتها تكون قبل الطباخ قبل لا تخطى مع هذا شي 50 قرام خمسين قرام 50 40 50 قرام تقريبا عن 100 عيش هنكسب الشوفان لأن كل الشباب على 50 ما شاء الله أي يعني أنا 80 قرام كبديل 200 عيش تقريبا شلي أثبتي حقي الشوفان إن شاء الله إن شاء الله الله كريم إن شاء الله ويرجع النادي إذا الله أحيانا الأخبار يعني مفرح إن شاء الله نقول في نصف ستة أو آخر ستة بإذن الله تعالى والله اللي قاعد نشوف يعني إن شاء الله إن شاء الله شنو تنصح بالأنيمال حق اللي جسميه يحبس ماء كابتن حبيبي علي الأنيمال كات يشتغل على الفات وعلى الماء وهو عبارة عن باك تشيس فيه تقريبا تسع كابسولات فيه أكثر من المركب بتستخدمه هو منتج ممتاز جدا لكن عليه شروط صحية كثيرة اللي عنده مشاكل لا قدر له في ضغط الدم أو مشاكل قلبية أو مشاكل في الكبد أو الكلا أو تضخم أو التهاب في البروستاتا التهاب في المسالك البولية ما يصير تستخدمه الشخص الطبيعي يقدر يستخدمه بس لازم يشرب كميات ماء كبيرة على مدار اليوم طبعا الأشياس فيهم أكثر من حبة وكل وحدة تشتغل على شي شي يشتغل على الميتابلزم شي يسوي تكرم إدرار بول يخلص من الماء الزايد الكابسولة الحمراء مثلا فيها الكافين فهني ترجع للديريكشن تحت يكون حاط لك التفاصيل إذا عندك مشكلة مع الكافين تشيلها إذا ما تبي الحبة اللي هي تكرم مدرة حق البول وموظف لك ياها اللي هي الزرقة وتقدر تشيلها أي سؤال يا أخوانا خارج نطاق التغذية والمكملات الغذائية سمحوا لي ما راح نقرأه ولا راح نرد عليه فاللي عنده سؤال حق الكافة الناصر حياك الله يقول لك قول سالفة التوست نصور لا تنحاشر شو سالفة التوست بس هاي بعنا تعبت أحمد شكلاني وايد لما يقولني أروف للنادي وقت تجز بطول أنا تعبان ومسكين شاك عيلة وياي وتعبان معي أقول لك أحمد زركت ما نمتمس خربت بالأكل شو ما أكل توست توست لألعين ما رجلت أنا أبو صيب لما أنا من أشتيها خربت بالأكل ما أكل كاو ما أكل خرابي أكل توست و توست خالي فهذا صارف لزمة معي خلاص أي واحد شون يقولي ها بزرك توست ما أكل توست فصارف معي هذي صارفة توست خلاص اضغطوها فيني الله يعطيك العافية أنزين نحظة لحظة لحظة شنو الفرق بين السالمون والدجاج كبروتين السالمون اللحم حمر يعتبر اللي هو أملاحها والصوديوم فيها عالي وفيها وميجا 3 فيها دوح صحية أكثر من ما اللي هو اللحم بيضة ويعتبر يعني بروتين خفيف وأسرع بالهضم بالجسم من السالمون طيب الكويس أكل وجبة الفطور شوفان بالموز أي عادي كيد نزيد ريال يقول لك كابتن بالنسبة للكارب سايكل شون الطريقة عشان تصعد ناشف الكارب سايكل يعتمد على وضع أي لعب يعني ما أقدر ما أقدر أحدد حق الشخص شون كارب سايكل ماله إلا على حسب وضعه وحسب وضع جسمه وحالة ونسبة الماء والدهن اللي بجسمه يعني لاعب الناشف وقريب عنده بطولة مثلا غير اللاعب اللي هو معذبي أو ووايد في دهن وماء ممكن هذا ما سوي لكارب سايكل إلا إذا بلش يعلق جسمه أو وقف جسمه مرحلة معينة ما بلش غير ممكن هنا يعتبر يسوي الكارب سايكل بس الشكل العظم يشيلو كارب مثلا سعرات أغرب الحاجة جسمه مع المجهود على اللق الوزن ممكن هنا يحتر السؤال كارب سايكل طيب مزيد سؤال عن كابتن عبدالله الملة ممكن تراسل كابتن ناصر على الخاص وما رح يقصر معك بس الحديث هنا كله عن التمرين وعن التغذية فقط والمكملات غذائية بصيب أنا أتعلم منك حبيبي الله مكبلات غذائية طبعا جواب عندك لأن أنا أمانة يعني مو مو بس عشان جدام أنت مصيب أكثر شخص أنا أثق فيه بكملات هذائية واستشير ومتتدري أنا وايد يستشير بالمراضي الله ينسك باغني هرمونات أنا ما أقدر أجاوب حتى لو كان عن الخاص هذا متخصصي فأنا ما أبي أتكلم مثلا بس ميديا أطلع أتكلم هرمونات وأنا مو متخصص فيه ومو متعمق فيه فيه ناس متخصصين تقدرون تسؤلون لهم فيه ناس وائد عندنا ونعم فيهم أنا أتعلم منهم وأقرأ من وراهم وأشوف اللي يكتبون الهرمونات ما قدر تكلم عنها أبو صيف وعملك مكملات قدائيا السؤال يكون موجهل أي استفسار ثاني أنا خارج الله يعز كل الناس كير وبركة والأمان الكويت يعني فيها تقافة على مستوى عالي من ناحية التغذية والتمارين أعتقد يعني وصلنا مراحل جدا متقدمة إن شاء الله الفعل حق اللي حوالي إنه كابتن ناصر أفضل نوع سدور دي جاد ويكون حلال أفضل نوع دي اليوم بالنسبة الفرش المجمد يعني بشكل عام نحن نتعودين على كل المجمد بس إذا تبي إنت تشتري شيء دي اليوم من يكون فرش أفضل نوع يعطيكم العافية ريت سهل كابتن في مجال مباشر مع تدريب برايفت لأنه بيجهز جسمي و أي نادي بأكشيجين وتوقيت و شكرا على البث المفيد حياك الله يا أخوي تفضل كابتن أنا و أي أحد من أخواني اللاعبين موجودين و مدربين طبعا الكابتن ناصر موجود أغلب أو قاتب أكشيجين صباح السالم صباح السالم مع ذلك التمرين على معدة خالية تنصح فيه ولا ما منه فائدة التمرين على معدة خالية إذا كان تمارين هوائية وتمارين حق عضوات مثل المعدة والأمو هذه أكيد أنصح فيها بس المقاومة بالنسبة لي على أقل أنك الوجه واحد و رحتم معهم مقاومة أنا كابتن طبقت شغلة واحدة أنا صار لي فترة أكثر من ثلاث سنوات ما عرفت مرن إلا على معدة خالية ولا معدة الأيشل أخذ الـ أضع معا كارنتين أضع معا ملح الهيملايا الوردي وأروح أتمرن وأداء الحمد لله ممتاز ما عرفت مرن إلا بشكل رهيب أنا سعيد أتمرن أضيل إن شاء الله عليها أوزان أشوف على معدة فاضي أتمرن كان وقت تجهيز اللقاء فممكن بالنسبة لي من التغذية أنت تكون عندك علم أكثر مني حتى مخزون اليوم اللي قبل عادي يعطيك طاقة حتى اليوم اللي بعد أنت من خاتم يوم وكارب عادي وما كل وجه تلحم مثلا فأتي على ثاني يوم أنت في مخزون طاقة عندك تستغل وتستفيد التمرين اللي على الرجل طيب منتازك لا على الحديد يقدر يستخدم ملتي فيتامين بدون فحس ما في أي مشكلة كابتن إلا بعض الفيتامينات إذا فيها إضافات وعليها شروط صحية تقرأ الورنينج اللي عليها التحذيرات وتشوف مناسب أو لا كابتن هل تفضل الكارديو بعد التمرين ولا يأثر على العضل الكارديو مباشرة بعد التمرين بالعكس زين يعني ما يكون فترة طويلة بس بعد التمرين تتكون واصل مرحلة ممكن تستميد كحرق دهون قبل حرق العضل إذا استمرت على مدة طويلة الكارديو كان مثلا ساعة أو أكثر كذا ممكن الجسم إذا بلش خذ مخزون الطاقة اللي بجسمك يعني الأكل اللي كان موجود فيك الكارب ولموه هذه وبلش خذ المخزون الدون رح يبلش ياخذ من العضل ياخذ من العضل الكارديو بعد التمرين بالعكس مفيد وأفضل ما هو قبل التمرين الكارديو بتلعب بيان يكون عدريج أو في فتشة بينه بين التمرين يعني من أربع على سنة ساعات هذا بالنسبة لي أو أن يكون بعد التمرين مخاومة مباشرة ومدة ما تزيد على الخمس سوال ما نفس اللي ذكرت طبعا الكرياتين هذا أكثر منتج أحبه بري واركاوت إذا أنت تحتاج والنوع اللي معاود نفسك على المنتجات القبل التمرين أو تقدر تشرب قهوة سود الأمريكان أو المرهاضي كبديل حق منتج بري واركاوت والأسينشيال أمين اللي هو آآ آآ هذا ماستر يعني هاته ثلاث شهرات إساسية وتقدر تضيف إذا أنت تجهيز منتجات مدرات الماء طبعا مثل ديوروتيك أو عرفون ديوروتيك من شركة قات اللي أنا استخدمها أو الووتر كات وعندك الفات بيرنر مثل أنيمال كات والأنيمال كات طبعا يغنيك عن منتج ديوروتيك أو الـ HD ووتر والأمور هذي الموجود لأنه فيه مصيب حبة الزرق اللي تستخدم يكون مضيف ديوروتيك صح؟ إذا أنت مات تأخذ بورتيك تأخذ الحبة الحبرة تعطيك كافين وطاقة قبل الثمين بعد زيني ولك في رقم تليفون أو واتساب نتواصل فيه مع الكابتن ناصر تواصل مع الإنست جرام موجود كابتن ناصر لعبت قبل في راس سالمية أو بلاتين وكيفان؟ أنا بديت طبعا سنة 2008 كان عم 18 سنة برأس سالمية لغاية 2012 2012 2000 خرار بعد 2015 لحال 2020 كابتن قاعد تسمعني صوتك قاعد 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 صوتك وقفت وصوتك قاعد قطع لا لا تمام عندي ورح أنا قاعد اسمعك زين أخين رد قاعد سمعني أي وياك زين كابتن ناصر المحترم إذا مسافر شلون أحظ طبعا مسافر على حسب أنت وضعك تقدر تتمرن أو حتى بالفندق مثلا تقدر تتمرن بالفندق لو يعني إذا أنا سافر مثلا أتمرن يوم مترك عضلة وحدة مثلا لعب يوم صدر يوم يوم بيطان يوم 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 الطريقة هذه عضلاتي كن بينهم يوم راحة أخلي وجواتي رئيسية أركز عن الخرام من بين الوجبات ما البرد والأمور هذه يعني وجبة رئيسية مثلا وجبة الوحي ووجبة ثانية أساسية غدا أقل النشويات بالنسبة لي بالأكل البروتين يجعله عالي وكيف رأتي تلمشي بس تمام أنيمالكت إذا تسوي كارديو على الريج كيف تاخذه لأن يقولون بعد سناك تاخذه عادي كابتن تقدر تلعب الكارديو وبعدين تاكل أول وجبة وتاخذ وراها تشيس الأنيمالكت ما في أي مشكلة أنا وحاط لك أول ما تأول ال ديريكشن وتاخذه أول ما تقوم بعدين يقول لك مع سناك صغير حبيبي الله يبارك أنا استخدم تشيسين لأنيمالكت استخدم تشيس على الريج بدون حب العمرة وبعد ها ب6 ساعات قبل ثم المقاومة كنت تاخذ الشيس الثاني هم بدون تحب العمرة لأن كنت استخدم بريو ورقات هو أهم شي أن تحب فاصل بين الجرعتين 4 ساعات أكثر 4 إلى 6 ساعات وإذا كنت قاعد تاخذ الكيس كامل في كبسولة الكافين لازم يكون بعيد عن النوم ب6 ساعات ناصر من أكثر الكبات من خبر وإحترام الله يعطيك العافية حبيبي حياك الله نورك يا أخوي الوجبة المفتوحة متى تاخذها وشلون مستفيد منها الوجبة المفتوحة تقدر تاخذ يعني بالنسبة لي بين 15 إلى 20 يوم تقدر تاخذك وجبة المفتوحة تاخذ فيها اللي تبي وفي وجبة المفتوحة يعني هنا فيها واحد سعبات تغتبين منها منها شغلات تعدل تنفيلك الغذائي إذا أنت معود نفسك عليك الصحي ممكن تزيد الحرق عندك الثاني يوم ممكن إذا كان جسمك متحسه بتعبان ممكن تخصر جسمك حق شم يوم جدا وممكن تحس إذا أنت جسمك تعب وإن أخذ وجبة المفتوحة بس بشكل عام يعني خلق كل الأسبوعين من 15 إلى 20 يوم وهذا وقت مناسب حقي الوجبة المفتوحة بالنسبة لي هذا السؤال في نفس السياق يقول كابتن شن رأيك بالوجبة المفتوحة بعد تمرين العضلة الضعيفة وكيف أطور عضلاتي للضعيفة عضلات إذا عضلة كبيرة تطورها تقدر تأخذ ومرة بالأسبوع يعني مثلا أنا يوم nails تعويت من كابتن أحمد أشكناني كان بعد يوم من الريل عشان نطول عضلة الريل مباشرة بعد تملية الريل كنت أخذ وجبة مفتوحة وفادتني هذا الأمانة بس عضلة الريل ربع تكون مستهلك وحارج وايد فلما تكون عضلة باي ضعيفة اعتمار من عضلة الباي حرقي ما رح يكون وايد عالية السعرات اللي حاركتها مو عالية أو كافية إنها أخذ وجبة مفتوحة رح تفيني فيها أكل أكل قيمة غذائية عالية كارب عالي بروتين ودهون صحية كافية هني رح استفيد أنا رح يطلق الأسئلة وانت جاوب كابتن ناصر شن يعني لك خالد الكابمي؟ خالد الكابمي أخوي وحبيبي ورميت السفر وخلوته والنعم فيه والنعم فيه بوليد هنزين هذي نفس الشي توقعاتكم متى يفتحوا الأندية الله أعلم بس إحنا يعني نتمنى أنه على الكلام اللي قاعد نسمعه ممكن نصف ستة أو آخر ستة إن شاء الله إن شاء الله هنزين عندنا هني هذي نفس السؤال وهذا لا هذي نفس الأسئلة مكررة خلنشوف الشباب هني إذا عندهم أي سؤال شنو هي المدة المسموح فيها باستخدام المكملات وكم لازم تكون مدة التوقف عنها؟ ما حلية جاوب كابتن ناصر؟ عندك هذا بس أبعني قلت لك مكملات على طوان سألت 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 سألتك إياه أهلا لك مكملات حبيبي بالنسبة كابتن حسين مكملات خنقول مركبات الطاقة اللي تأخذها قبل التمرين أغلب المركبات هذه مسموح لك فيها أقصى مدة شهرين وبعد الشهرين أنت ملزم في راحة شهر ما يصير تطلع من منتج إلى الثاني يعني مثلا خنقول عزب المثال أنت استخدمت سي فور لمدة شهرين تروح الشهر الثالث أنا بغير بروح مثلا على السوت أو أي مركب ثاني حلو الكلام فأنت هنا ملزم بعد الشهرين لازم تريح شهر ودائما كل منتج يختلف عن الثاني لازم تقرأ التحذيرات اللي عليه وفيه شغلة وايد مهمة بالنسبة لمركبات الطاقة دائما في ملاحظات تحت صغيرة كفت الناصر ما أحد ينتبه لها حين فيه ناس يقول لك إن هذا جمد كتل اخترب هذه المركبات اللي مخلوطة فيها السيترولين والبيتا الألنين الأحماض إذا حطيتها يوم أو يومين راح تحس إنها مسكت مع بعض فهو في ملاحظة تحت يكون كاتب لتشيك ذا كونتينر بفور تشيوت لازم ترج العبوة قابل كل مرة من الاستخدام علشان المكملات بالضبط المحتويات تتجانس وكلها تنخلط مع بعضها كذلك الأمر هالشي ينطبق على بعض مركبات البروتين المخلوطة كفتن اللي فيها والكازين هذي المركبات يكون حاطلك عليها هم ملاحظة تحت يقول لك إنها على الأقل بالأسبوع مرة إنك ترج العبوة عشان تتجانس المكونات هذي بالنسبة لمركبات الطاقة شهرين وتريح شهر المركبات تحفيز الهرمون كل واحد يختلف عن الثانية وأغلبهم نفس الشيء في أشياء 21 يوم تريح أسبوع وتاخذ 21 يوم وتريح شهر في أشياء يكون حاطلك عليها مثلاً السايكل مالك 8 أسابيع ولازم توقف شهر الملكات كاتب لك أخذ علمتين وبعدين رأيه بضبط هذا الكلام طبعاً ينطبق بعد على مركبات حرق الدهون فهذه الأشياء يعني لازم دائماً تقرأ التحذيرات اللي عليها وتشوف المشاكل الصحية منه تصلح له ومنه ما تصلح له أخوش أنه أحسن جهاز يستخدم للعضل كامل يعني شامل جهاز واحد هل يفرق جودة الجهاز ولا عادي أي ماركة؟ يعني ماركة معينة قصدة حق الجهاز الشامل اللي والهم جيم اللي يسمونه اللي في ضاهد هذه قصدة ما يفرق لا ما يفرق على حسب انت تمرينك يعني حتى لو عندك الجهاز هذا تقرأ عضلات جسمك كامل لو يزن جسمك لو بحذ المقاملة على حسب انتوفر عندك أنا أنصح أن أنت تمرين فيه ناس بصيب على التمارين المنزلية فيه ناس وايد قاعد يكدون على سالة التمارين المنزلية إذا ما كان عندهم توفر عندهم عندهم أنا بالعكس يعني أنا ضد الأشخاص هذين لأنه أنت ليش ما تشجع على رياضة بورت نفسها الناس قاعدة ما قاعدة تطلع المحكورة بالبيت ليش ما تشجع على ذاو شنو ما كان؟ أنا راضي لو رياضة بس بوزن الجسم أو حبل مقاومة ما بيقولنه في فايدة في بناء عضلي ومور هذي تفاصل ما بيدش فيها بس الرياضة بشكل عام حتى لو ملعبة للمقاومة لو أي رياضة ثانية مارس رياضة مو لازم يعني أنت لا تكسروا مجدادة في غيركم في ناس متحمسين كان رداشي النادي متحمسين قبل يسكر من النادي فخلي يتمرن خلي يحافظ خلي يكون متشجع من يرد النادي ووضعه من قبل ويكون جاهز حق النادي نفسيا قبل لا يكون هو جسديا جاهز حق النادي إن شاء الله تكلموا عن كيوتين هل هو منتج نجاري ولا فعلا يستاهل واحد يشتريه صراحة كبتن الكيوتين من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق شي جدا ممتاز من ناحية إنه مفيد لصحة القلب ويحد من عوارض الشيخوخة المبكرة فوايد وايد ممتاز الكيوتين أنا صراحة من المكملات اللي هي جدا مفيدة ومهمة دائما نهتم فيها يعني إذا نتكلم في نطاق الفيتامينات والمعادل الكيوتين وعندك الجريب سيد بذور العنب وعندك الجلوتافيون وعندك الأي الأي وعندك الناك اللي هو إنه سيتال سيستين هذه مركبات جدا تلعب دور كبير في حماية الكبد لصحة وسلامة القلب يعني أشياء جدا ممتازة والكيوتين صراحة من الأشياء اللي أنا أحترمها وما أوقفها صراحة عن نفسي ما أوقفها دائما يقول لك عليها هذه الأشياء تسكيب يو ينج يعني تخلي الواحد شباب يوتين حتى بحق لون الجلد الجلد يصب الجلدي إذا كان جلدك حتى يعني كعلاج حق الحبوب ممكن تكون في ناس في الحبوب اللي يوتين على مدة تبعثها ممكن يخذفوا الحبوب الجسم ما أقول علاج أساسي بس يساعد على أنه لون الجلد يعد له يساعد أنه يوخر الحبوب اللي بجسمك مضادك سدق قوي مناعتك هاني كيوتين استخدمها شركة سايتك هو سياسي صراحة يعني ممتاز ومثل ما قلت centro اللي هو فوائدة honestly tv الكبيرة وموضوع اللي ذكرت أنت كابتن موضوع الحبوب دائما إحنا كنا نخلطه حق الشباب معerne straps العنب هل ثلاث مركبات الحبوب لأنها ممتازة لا تتكر fellow يسترام بمقدار تشاهد شرائي لا قيمة غذائية ما هاً ي khác المقيمة يعني إحنا ممكن نتفق على بعض المكملات الغذائية ممكن نختلف على بعضها لكن في أشياء حقيقة لها دور كبير كأداء في الجسم والكيوتن واحد من هالأشياء هذه بالنسبة لموضوع لون البشرة اللي قلوتاتيون كابتن ناصر يدخل في طبقة الميلانين اللي بين البشرة والجلد فهذا أكثر شيء يدخل فيها نعطيهم مجال حق الشباب حبيبي حياك الله كابتن هل تنصح اللي تمرن طبيعي أن يكون تمرينه أكثر من أربع أيام بالأسبوع؟ ما لا شغل سواء طبيعي أو لا تمرينك يكون أربع خمس ستة أيام بالأسبوع أنت تحدد على حسب أنت تحسي ريك يعني أنا بالنسبة لي يوم الراحة أربع أيام كافية بالأسبوع تيجر تمرنهم أنا عن نفسي يمرن ستة أيام بالأسبوع ويوم راحة بس ما لا شغل طبيعي أو لا بالفتر مدتها يوم تنوي السؤال جانبي أخي جرى بالنسبة حق الاشتراكات شلون عليها مع فترة الحضر هل راحت علينا ولا راح يتم تعويض المشتركين بإذن الله إن شاء الله مع أكسجين ما يروح عليك أي شيء إن شاء الله حقك موجود إن شاء الله هل الواحد يستمر على الكرياتين في رمضان تقدر تاخذ كابتن عبدالعزيز ودامت تشرب ماي ما في أي مشكلة أبدا أول مشكلة عن الأمانة يعني أنا أجنب الناس الكرياتين اللي ما تشرب ماي مساء النور حديفي إن شاء الله قريدي بطل إن شاء الله زينا خنشوف الأسئلة هني نعطيكم المجال تفضل كابتن على حسب الإصابة اللي انت قاعد تكلم فيها الوجع اللي قاعد يخوشك أو وين مكان وشنو قاعد يخوشك وشنو سبتها ممكن يكون في نكس عندك شيء ممكن طريقة التمنين كتكون غلط إذا كان مقاصم ممكن طريقة الغزق مالك المفصل مالك تكون غلط ممكن شيء أو إصابة إذا كانت بيد واحدة ممكن تكون في إصابة تقال تفاجع حق الإصابات للعلاج الطبيعي علاج إصابات الرياضي والأمور هذه تأكل هذي ما أقدر أنا أشرحها وقل لك شنو حد تسلم الإصابة بس بطريقة هذه منزيل كابتن شنو فوائد البريوركات من المركبات اللي تساعدك تعطيك أو تحسن أدائك خلال التمارين والمركبات اللي تعتمد في تركيبتها على السترولين على الارجينين على البيتا الانين تحسن من وصول الغذاء إلى العضلة فتزيد معاك الأداء خلال التمرين وتساعد في عملية البناء منزيل عندنا هني كابتن سليمان رد على السؤال يقول أغلب على مفاصلتكم من التابات لو تر لو سمحت سليمان ببثك أنت تتعلق أنا مو يصير لا تغش مرة الكرياتين كاميقرام يا كوتش جلال يعتمد إذا بتاخد فترة طويلة ممكن تاخد بس خمسة قرام بعد التمرين أنا عن نفسي كنتاخد خمسة قرام بعد التمرين فترة ستة شهور سبع شهور ما في أي مشكلة أبدا بتاخد طريقة يسمونها مرحلة التحميل مرحلة التحميل هذه مرحلة يتم فيها إشباع العضلة بمعدل عشرين قرام تكون من خمس إلى سبع أيام توزعها الصبح قبل التمرين وبعد التمرين بعد فترة التحميل هذه تنزل الجرعة من عشرين قرام إلى عشر قرام تخلي خمسة قبل التمرين وخمسة بعد التمرين هنا يفضل أنه أنت عقب الشهرين تريح شهر نزيل عندنا أقدر أخذ أني ملكت ومشي صراحة كبتن خالد فما لداعي إذا شغلتك بس مشي أنا ما أفضل كم لتر ماء يفضل أني أشرب إذا أستعمل مكمل كرياتين كبتن بدون مكمل الكرياتين أنت يعني كرياضي تحتاج الماء سبعين في الأمية من جسمك ماء فأنت على الأقل ثلاثة لتر فما أفضل في اليوم كبتن ناصر كم لتر تشرب باليوم أربع إلى خمسة لتر حالي نقاش رضي يعني رمضان قلتها بس عالي بشكل عام طول السنة أربع لتر إلى خمسة لتر برمضان ممكن ثلاثة لتر قاعد يحسب تريد من ثلاثة علشان آكلة بحط مجال ببن عقل آكل بس مو أقل من ثلاثة يعني بشكل عام ثلاثة إلى خمسة لتر هذا اللي أنصح بي حق رياضي بشكل عام ثلاثة إلى خمسة لتر وإذا قد تستخدم مكملات عاول كده ما تتشرم من أنزين يقول لك جورج ينصح بالنيتروكوكساعد والقهوة قبل التمرين كبريووركات كلام صحيح ما في أي مشكلة وما أحد يختلف عليه نيتروكوكساعد راح يحسن من تدفقه الأكسجين إلى العضلات فيحسن من والقهوة راح يتحسن من التركيز والأداء الذهني فعادي ما في أي مشكلة أبدا الكلام ما في أي شي كابتن لا حق سليمانتر كيف بعدين تسألونه كابتن شنو أحسن بروتين تنصح فيه لزيادة الوزن والله كابتن يعني شوف ما في شي معين أنا قدر أقول لي يعني إحنا عندنا مثلا مكسجين السوبر ماس جينر أفضل شي مركب يعتمد على سعرات خرارية عالية في 1255 في كاربوهيدرات تقريبا 250 في بروتين نسبة 55 طبعا بالسيرب الكامل اللي هو التوسكوب في خليط من الفيتامينات والمعادن مضاف عليه تقريبا 2 جرام كرياتين فأكثر من شغلة فيعتمد ممكن يشتغل معك ممكن ما يشتغل لكن يا أخوان هاللعبة هذي وأكيد الكابتن ناصر يعيدني فيها خل المكملات والأشياء الباجئة على صوب أكلك إذا ما كان مضبوط أنت ما رح تستفيد يعني الأكل هو الأساس في كل شي في موضوع ضخامة نشافة الأشياء هذي أكلك هو أساس كل شي صح يعني هذا هم طريقة التمرين يسأل مثل ما قلت لك في وائد ناس سألو التمرين الحين أنا بضخم أنا أقوله ما لا شغل التكرار بالنسبة لي مجموعة جولات ما لا شغل بالتمرين التمرين التنويع أنا بالنسبة لي قاعدة اللي تعلمتها وتأسست عليها وطورات لي هي التنويع بالتمرين نما تعود عبر عائل رتم واحد التكرار الخفيف والتكرار العام اللي طور الجسم من ضخام من تنشيب تبي توصل حقه هدفك تهريتك قبل كل شيء قبل مكملاتك تاكل عدل تاكل سعرات فوق حاجة جسمك السعرات الموزعها صح من كار وطورات المدون الصحية رح تضخم وتزيد عضلات طريقة صح تبي تنشف تاكل أقل حاجة جسمك بحاجة اللي أنت تبيها رح تنشف مع الرياضة التمرين الصح يعني عادة تلعب وزان عالية تكرار الخفيف أكلك تقدر تنشف فيه وجزمك ينشف ما لا شغل ما رح تكبر تقدر هل عندك شخص كابتن تعرفهم عندهم مشكلة سكر ونزلوا بطولة لا بطولة بس دررت لعبي فيهم سكر كنت حريس وايد كنت قاعد تعلم معهم على المكملات الأمور هذه يعني مو أي شيء يقدر يأخذ ما يقدر يأخذ محفزات الشغلات نفس الترابي وهذا الأمور المتعافزنا السلين أجنبهم عن الشغلات الممكن تجهد الجسم بس يقدر ممكن يقدر ينزل بطولة أنا عارف أكثر من شخص انزلوا بطولة بس يعني ما حالفهم الحظ لكن شاركوا يعني بس صراحة عبوا يعني اشتغلوا شغل صحيح نزيل النادي متى إن شاء الله الله كريم كابتن ويرفع هالغمة هذي إن شاء الله والسؤال كلنا بيجواب متى النادي أي والله كلنا ناس كلنا ناس كلنا ناس كلنا على نفس الشي على نفس السؤال كنشوف الأسئلة هنا هل كاربوهيدرات بعد التمرين مباشرة مفيدة ولا مضرة يا كابتن مفيدة أكيد ويقضر كل كارب سريع يعني بعد التمرين وأفضل من ته أفضل شيء من تاخده بعد التمرين ككارب مفيد حق الجسم الفيتارغو الفيتارغو سرعة متصالصة شيء جبار بعد التمرين وايد قوي كمنتج هذا يعني مو تسويق حقه الفيتارغو ما خد براءة اختراع حق من ناحية ترى آسف أحيانا الآن الأسئلة تعلق عندي وتطلع مرة وحدة ففي ناس أنا مو متعمد أني أتجاوز سؤالها أو أني ما أرد عليها إلا اللي كان يسأل شيء خارج مطاق حديثنا اليوم اللي هو في موضوع التغذية والتمرين مع الكابتن ناصر فأنا آسف يعني هيعلق شوي وتطلع الأسئلة فأحيانا يكون عندي سؤال فوق وسؤال تحت فأنا آسف أول شيء يعطيك العافية ويا فوق من الإمارات سؤالي الثاني كيف أعرف شو هو احتياجي أو كم احتياجي للأكل لزيادة الوزن هذه تحتاج متابع أنت شنو وزنك شنو نسبة عضراب جسمك أنت كلاب هذي كدر قاعد تحرق ولازم نجرب لازم في شخص يتابلك وشخص يقدير حددلك يعني هذه الشغلة بصيفي وائد تصير وائد شون علي كلموني مثلا كمتن أنا طولي وزني أبي أزيد وزني أنا طولي وزني أبي نزل وزني ما أقدر يعني لما ما أرد مو معنات أنا ما أرد بس هذي طريقة مو صحيحة يعني لما أنت تقولي وصيب أنا طولي وزني وزني أعطني جدول ما أقدر يعني هذه الشغلات تحتاج متابع ومو بس احنا كمدربين ممكن تحتاج أن تروحكي خصائي تغذية ويعطيك يحددلك حاجتك من تغذية سواء تزيد أو تنزل بوزني والمكملات تحتاجها فهذه الشغلات وعيد يعني مو سهلة لا تقولي أنا مش كذر أحتاج شغلات حرارية مش كذر أحتاج كار مش كذر أحتاج بروتين هذه الشغلات احنا بالنسبة لنا المجالنا يكون أنا مو متخصر بالتغذية يعني أنا مو دكتور أو عندي شاهد بالتغذية أنا بالنسبة للخبرة من الناس اللي تعلمت منهم قاعد أعطي وفي نتيجة فلما أشوف أجرب يعني أغلب اللعبين أقول لها عبني على الأسبوع خلت أشوف فريغة جسمك أعطي مثلا كارب تبريبي أعطي جدول بالنسبة لي 60% مو أساسي 100% أقول لها على الأقل 4-5 أيام تعالي أشوف وضعك ممكن أنت حرقك عالي ممكن أعطيك 1000 كارب قاعد تنشئ إذا أنت بتجد وزنك في واحد يعطي كميتين كارب يمكن يعبي فهذه تفرق من شخص لشخص الشغلات يبي له متابعة ما أقدر أن أخطك جدول ستاندر بيضخم لازم يأكل شديد اللي بينشر لازم يأكل شديد وحتى المكملات الشغلات أنت تحتاجها خلق شغلات كوان تحتاجها ممكن مزيد كابتن جلال لو سمحت الأرجنين أفضل من السيترولين لا كابتن السيترولين أفضل وأنا قلتها دايما وأقولها دايما في كل لايف أنا أطلع فيه السيترولين راح يينيه فترة على السوق ما راح تلقي شيء اسمه أرجنين لأنه فعليا السيترولين طاقة على الأرجنين وتقدر تقول يعني نيم الأرجنين وصار هو البديل الناجح حق اللي هو الأرجنين زي كابتن ما بقى وقت الحديث لا يمل معاك شكرا وجودك معنا اليوم كل الشكرا حديثي وانا للي شرف ولي شرف اني أكون أنا معاكم وطبعا بس أنا في كلمة شكرا وجه حق الشخصين أكثر شخصين ببعا لو مفضل عليهم بعد الله في مجال هذا كابتن أحمد أشكناني أخوي كبير غدوتي حبيبي لكابتن أحمد أشكناني لو مو أحمد أشكناني انشان ما كان في ناصر سيد حاليا انشان أنا ما وصل لمرحلة الاحتراف أنا في عندي طموح وكان عندي طموح الحمد لله قبل كل شيء وثاني شكر حق الكمتن أحمد أشكر أحمد أشكر طبعا ما راح اقدر وقت في حقه ما راح اقدر وقت في حقه شخص من أخلاق من علم من مدرب وأخو هالشخصين طبعا اللهم فضل عليهم وايد أنا أشكرهم وأتوقع لكل راح تطبق معهم الكلام هذي يعني هالشخصين ما يختلفون عليهم وطبعا شكرا حق بدر مودي سيد بدر مودي بوفيصل علي إضاف عليهم لا يكون فيه أكسجين قبل لا يكون فيه مجال هذا يعني لو موفيصل شعنا نحن مواصلين المواصلة شكل عام اللعبة كلها في الكويت لأنه ياب المختلفين عندنا يعني كان فيه حلم قبل أن أنا مثلا أشوفه براندون مثلا أو رامي يقلني أيام كانوا بالنادي أشوفه بالصج أنا أتمرك مع براندون قلت لي فترة أدخل التمريم مع براندون مع بطل مسترولوميا فهذه بروحة شغلة يعني ويعطيهم العافية وإنت أعطيهم العافية والكل فيه الخير سواء أكسجين ولا بره أكسجين أنا ما يعني أنا ما يعني فيه خلافات قاعد تصير وائد ممكن بره الحالي الحضر هذي قاعد تصير وائد دوية أحنا بالنهاية كنا قاعد نمثل الكويت والله العظيم أنا ما نروح سواء باسم أكسجين أو لا أحنا نفتغل أننا قروب كويتي فلما أنا شارك أفتغل أن أنا قاعد أمثل الكويت وأرد إنجاز قاعد يكون بالكويت أكسجين أما قاعد تروح بره معناة تعلم الكويت رايح بره الله يديم المحبة ويهدي النفوس إن شاء الله الله يديم المحبة بالله أنا قلت لك ياها بالأول وأرجع أقول لك ياها أنت رجل مجتهد ولي كل مجتهد كل الشكر للكبتن ناصر السيد ما قصرت وسموحه من كل شخص ما قدرنا نشوف سؤاله أو ردينا عليه حساب الكبتن ناصر وفي نهاية الحديث نوجه رسالة شكر وحب وتقدير وعرفان لكل الرجال اللي في الخطوط الأولى بالداخلية والصحة والدفاع اللي قاعدين يعني بس عشان إحنا نرتاح الله يعطيكم الصحة والعافية والله يحفظكم جميعا ويحفظ كل أحبتكم ويحفظكم حبيبة نلتقي إن شاء الله باتر إن شاء الله مع ضيف يديد وحلقة يديدة يعطيكم العافية في أمان الله مع السلامة مع السلامة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر